السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مدارس بنات المستقبل الثانوية الوحدة عصر الثورات والنهضة العربية الكبرى الدرس الثورة الأمريكية الأفكار الواردة في الدرس أولاً المستعمارات البريطانية في أمريكا الشمالية ثانياً عوامل قيام الثورة الأمريكية ثالثاً مجريات الثورة والاستقلال رابعاً نتائج الثورة الأمريكية بدأ الاهتمام البريطاني بالقارة الأمريكية بعد البعث التي قام بها المستكشف البريطاني جون كابوت عام 1497 ميلادي الذي اكتشف من خلالها الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية وتأسست أول مستعمرة بريطانية فيها عام 1607 ميلادي وسميت مستعمرة جيمستاون ولاية فرجينيا حالياً وتوالى بعدها تأسيس العديد من المستعمرات التي وصل عددها قبل الثورة إلى 13 مستعمرة وكان سكانها يعملون بالزراعة وتربية المواشي والتعدين والتجارة هل تعلم أن الملك جيمس الأول أمر شركة برجينيا البريطانية بتأسيس مستعمرات خارج بريطانيا وأعطى الشركة الحق في سكة النقود وفرض الضرائب وسن القوانين فكانت المستعمرات الثلاثة عشر النواة المكونة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستقلال ما هي أسباب إنشاء مستعمرات بريطانية لأمريكا الشمالية على الساحل الشرقي؟ أولاً رغبت بريطانيا في الحصول على المواد الخام مثل القطن والسكر والتبغ ثانياً جعل هذه المستعمرات سوقاً لتصريف البضائع البريطانية ثالثاً رغبت المهاجرين من أوروبا في الحصول على الأراضي وتحسين أوضاعهم المعيشية رابعاً تصدير الفائض من السكان الأوروبيين كيف كان نظام الحكم في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية؟ أولاً الحاكم يعين من قبل ملك بريطانيا ومهمته يحافظ على الأمن ورعاية مصالح سكان المستعمرات ثانياً المجلس الاستشاري مهمته إعطاء المشورة للحاكم ثالثاً المجلس التشريعي ينتخب من سكان المستعمرات ويهتم بفرض الضرائب وتحديد رواتب الموظفين والمصادقة على القرارات والقوانين ما هي أسباب الثورة الأمريكية؟ أولاً إخضاع سكان المستعمرات للحكم المباشر البريطاني ثانياً إصدار قوانين الملاحة عام 1651 ميلادي التي تنص منع عمليات التبادل التجاري إلا مع بريطانيا ثالثاً فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية كضريبة السكر والزجاج والورق والشاي والطوابع لتوفير مورد مالي لخزينة الدولة البريطانية ما هي مجريات الثورة الأمريكية للاستقلال؟ أولاً فرض دفع الضرائب ورفع شعار لا الضرائب دون تمثيل نيابي ثانياً مقاطعة شراء البضائع البريطانية مما دفع بريطانيا لإلغاء جميع الضرائب ثالثاً مهاجمة السفن البريطانية المحملة بالشاي ما هي قرارات مؤتمر القار الأول والثاني الذي عقد في مدينة فلدلفيا؟ أولاً إنشاء جيش موحد ثانياً إرسال طلب أخير إلى بريطانيا لوقف هذه الإجراءات ثالثاً أن تتولى المستعمرات حكم نفسها بنفسها أما بالنسبة لنتائج الثورة الأمريكية تتلخص نتائج الثورة بأولاً قيام أول دولة مستقلة في العالم الجديد باسم الولايات المتحدة الأمريكية ثانياً إضعاف مركز بريطانيا وإعادة بعض المستعمرات إلى فرنسا ثالثاً زيادة حدة العجز المالي في فرنسا نتيجة اشتراكها في حرب الاستقلال الأمريكية بقيام الثورة الفرنسية ورابعاً إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة هل تعلم؟ إن جورج واشنطن ولد في فرجينيا وكان والده مزارعاً عين واشنطن قائداً عاماً للقوات الأمريكية أثناء الثورة وهو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية عام 1789 ميلادي إلى عام 1797 ميلادي وسميت العاصمة الأمريكية واشنطن باسمه تقديراً لدوره بالاستقلال أعلن الأمريكيون استقلالهم في 4 من تموز عام 1776 ميلادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر